الحقيقة أنه دايماً بنقول أن الأطفال هم مستقبل أي وطن ومستقبل أي مجتمع المستقبل ده لازم يكون مثقف وواعي وانطلاقاً من هذا المبدأ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت مبادرة إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية ده من خلال العرض المسرحي تقدر عشان يكون عندنا جيل واعي ومثقف وعنده رؤية فنية وأدبية خلينا في تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة وأهميتها ونضفنا النقد الفني أحمد سعد الدين صباح الخير على حضرتنا ورنا في صباح الخير يوم صباح الخير أهلاً صباح الخير يوم صباح الخير ونحن نتكلم عن هذه المبادرة فنية إحياء المسرح المدرسي مرة تانية وأنه يتعامل كمان بشك يقدر أنه يجذب طلاب المدارس اللي دلوقتي بيشوفوا حاجات على مواقع التواصل الاجتماعي ويشوفوا يمكن حتى ما عندهمش وقت ولا ساعة صدر أنهما يتفرجوا على مصرحية نحن نتعودين على الفيديوز الثلاث دقايق والمقاطع الخمس دقايق والحاجات دي فإزاي قدرنا نعمل المبادرة دي وأهميتها دي المبادرة بالنسبة للمسرح المدرسي في شكلين من المسرح المدرسي في شكل أن أنا جو المدرسة عندي مصرح فبقدر أن أنا أخذ التلاميذ أو الطلبة أو أي أن كان أعمل بيهم مصرحية كنشاط وعلمهم يعني إيه مصرح ويعني إيه تزوق للفنون والكلام من ده وده نشاط مهم جدا بعد كده فيه ممكن مصرحية تتعمل بإمكانيات أكبر بنجوم معروفين بالنسبة لهم محبوبين وتعرض على أحد المسارح ثم ييجي الطلبة أو التلاميذ يتفرجوا عليها النوع الأخير زي ما حدثتك قلتي أنه كان فيه مصرحية اللي هي تقدر ودي كان فيه عناصر جذب كتيرة جدا وشدت حاجتين طالما أنا خارج المدرسة ورايح مصرح زي الأوبرا أو غيره أنا التلميذ أو الطالب ما بيجيش لوحده بيجي كمان معاه أهله فهنا الفارق أنا ربطت الطلبة بمصرحية فيها عناصر جذب وربطت أهلهم كمان أنهم شافوا مصرح اللي هو بقى لهم فترة طويلة ما يعرفوش يعني مصرح مدرسي نيجي النقطة التانية ودي كانت مهمة جدا أن المصرح المدرسي بداية من المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ثم السنوي إلى أن نصل للجامعة بيطلع بيفرق طاقات مهمة جدا خاصة للطلبة اللي هو اللي عنده حس فني فأنا بنميها هنا فيه لما أنمي الحس الفني في الطالب أنا بعمل حاجة جميلة جدا أنا بس مش بخليه يمثل مصرحية أو يفهم يعني إيه مصرح ده أنا كمان بخلي مخه يشتغل المخ لو اشتغل هيسأل فيه إيه وده ليه وده صح وده غلط هو ده خط الدفاع الأساسي ضد الإرهاب ليه لأن الإرهاب يقوله إيه ما تفكرش صحيح تمشي تنفذ تمشي خلاص لأ أنا بصنع بابني عقل فده الشيء المهم عظيم جدا أنا بابني عقل زي ما حضرتك قلت نبدأ مع الأطفال من سن كام يعني هل لما يكبروا مثلا فاحنا نحس إنهم عندهم الحس الفني أو الموهبة ولا أنا أحاول أنا أستخرج هذه الموهبة منه وهو طفل وهو لسه مش فيه هو فيه مثلا عندنا لذيذ جدا بيقولك التعليم في الصغر كالنقشة على الحجر يعني أنت من مرحلة الابتدائية بعض النصوص اللي كنا بنحفظها لو اتعاملت كتمثيل مصرحي في الفصل نفسه بتبقى بتيجي في عقل التلميذ خلاص بتثبت ليه لأنه بيحسن هو جزء من المنظومة دي بعد كده بيعمل يعني لما يكبر شوية يبتدي يعمل مصرحية نشاط مصرحي لو رجعنا الورد شوية هنلاقي إن من أعظم الممثلين اللي احنا شفناهم هم طالعين من مصرح المدرسي محمود الميليجي طالع من مصرح المدرسي نور الشريف طالع من مصرح المدرسي طبعا عادل إمام وسعيد صالح والمجموعة دي كلها بعد كده المصرح الجامعي ولكن الأصل جاي منين؟ من المدرسي طيب ده ياخدنا اللقطة مهمة جدا فكرة إن أنا يكون عندي عرض مصرحي مدرسي قبل ما يبقى زي ما حدتك تكلمت ينتقل للنوع الثاني ده محتاج إن أنا يكون عندي برضو كوادر قادرة إنها تدرب الطلاب صح تنمي المواهبة صح تعرف حتى ترد على تساؤلات الطلاب صح لما يجي يسأل وعايز يعرف حاجة لازم يكون برضو مدرك لعناصر الجذب اللازم تكون موجودة عشان أقدر أجيب طلاب يقدروا يشاركوا في هذا العرض يعني لازم عناصر كتير جدا تكون متوفرة مش فكرة يلا مين هيحضر مين هيشارك في المصرحية مين هيبقى موجود وعشان نكون برضو صرحة في فترة يمكن فاتت من فترة كان ممكن أي حد يشارك في المصرحية لمجرد مثلا إنه يعدي حصص بس ما عندوش موهيب بجد والله ده كان بيحسر عينيه أهدتك فجارتي قضية كبيرة جدا اللي هي إيه عشان أعلم الطلبة صح لازم أجيب لهم حد متخصص فاهم طيب هنا كان فيه فترة من الفترات كان بيبقى زي بروتوكول ما بين وزارة التربية والتعليم وزارة الثقافة نعندي أسد زي المصرح اللي في فنوه مسرحية وغيره وغيره ما كل دول ليه ما يبقاش موجود معهم في المنطقة التعليمية ليه لأن المدرس مهما كان هو في الأول وفي الآخر ماسك المنهج بتاعه صحيح لكن قليات المصرح أفهم الولد إزاي يوقف إزاي يمشي يفكر إزاي في الشخصية اللي هو فيها القاء الحروف مخارج الألفاظ كل ده بيجي منين من الأستاذ اللي جاي اللي هو متخصص في المصرح يعني أنا فاكر أستاذ نور الشريف وأنا بتكلم معه مرة قال لي كان يجي لنا أستاذ محمد توفيق فنان العظيم بيجي لنا المدارس وبيعملوا مسرح وفيه مسابقات هنا بقى أنت مسابقات المدارس ومسابقات المناطق التعليمية وكان بيتكلم وينقي الطلبة الأفضل عشان يعمل بيهم يعني زي المنتخب هنا بقى بيقوله إيه أنت بتتكلمي إزاي تاخد نفس إمتى تفكر في الشخصية دي إزاي المدرس ليه المنهج بتاعه صحيح لكن أنا عندي المتخصص بيعلم الولد من وهو صغير فنيات المسرحة فيطلع عنده تزوق فني عشان كده على فكرة النقطة دي هتساعد في حاجات كتيرة جدا اللي هي إيه أن أنت هتطرد الفن الغير جيد طالما عندك قاعدة شعبية كبيرة جدا من الطلبة أو الأطفال اللي كبروا ما هم بيحبوا الجمال كبروا على إيه كبروا على إيه وهذا صح دي حاجة بالإضافة للنشاط المسرحي النشاط المسرحي هو رواج كبير جدا أنت بتستغل طاقات الشباب الصغير ده وبتوظفها صح صح فدي من الحاجات الجميل صحيح بدل ما نعمل مثلا مصرحية زي ما حدتك قلت وفيها مجموعة زي مصرحية تقدر ونختار مجموعة من النمازج وليكن عندي عشر نمازج مثلا لا أنا أقدر أعمل ألاف النمازج من المدارس لو اخترنا فعلا زي ما حدتك قلت متخصص في المصر بس يكون موجود مش في المنطقة التعليمية عشان برضو لما يكون في المنطقة التعليمية الإشراف والمتابعة هيبقى صعب عليه لأنه في مدارس كتيرة جدا في كل منطقة التعليم إحنا محتاجين حد فعلا محتاجين وزارة التربية والتعليم تهتم بهذا الأمر وتخلي فيه متخصص موجود في كل مدرسة عشان تكون فيه حصة سابتة المتشفين للمواهب وعلى فكرة دي برضو بالنسبة للمسرح تبقى أنت بتكشف مواهب لأن ده ممكن حد من الطلبة أو من الأطفال الصغيرين يشارك في مصرحية أكبر طبعا طبعا نحيه ده طالما موهوب بس العين الخبيرة هي اللي أنت محتاجها توظف النقطة طبعا وموضوع كمان أبعد أعتقد من فكرة أن احنا بنكتشف مواهب أو بننمي مواهب لأنه أحيانا بنبني جيله ممكن نحل مشكلة عند طفل مثلا مشكلة نفسية بمعنى ممكن يكون طفل منطوي مثلا أو بيتكسف بس عنده المواهبة بس بحتاج حد يعرف يوجهه ممكن طالب تاني عنده القدرة أن يقف على المسرح بس ما عندهش المواهبة بس عنده الشجاعة أن يقف على المسرح ويواجه جمهور بس بجد ما عندهش مواهبة وهيكتسب كل المهارات الأخرى على مدار الأعوام الدراسية اللي هو بيدرسها ما أنا هنا بعلمه أنا مش شرط أنه هو يكون موهوب 100% لكن لو عنده سنة مواهبة أنا بناميها بكبره ده اللي هيطلع وهيبقى فنان وهيبقى بالشرط أنه هو حتى يشتغل في المسرح هيبقى شاعر صحيح ده اللي كنت لسا أقول حضرتك هيبقى مطرب المسرح يلمي كل حاجة يبقى يعني ممكن يخش في أي مجال من المجال الفنون أي خطة وأي ألم من مجال فنان صحيح حتى لو اشتغل في أي شغلانة تانية أنا بنيت شخصية زي ما بنقول بالضبط ببني جيل مش ببني طفل صغير أنا ببني أجيال كتيرة جدا في هذا المسرح حضرت نتمنى أنه نشوف المواهب دي تكبر ويبقى فيه مسابقة اللي هي المسرح المدرسية حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا وانت بتتكلم دلوقتي وبتقول حتى النصوص اللي بياخدوها ممكن يقوموا يمثلوها في الحصة المسرح تخيل مثلا لو نص تاريخي وقاموا الأطفال هم صغيرين كده عشان يمثلوها هيتعلموا إيه هيتعلموا التاريخ وهيتعلموا الإلقاء ومخارج الحروف وهيتعلموا اللغة العربية السليمة والارتجال والمواجهة وهتعلموا كده كتير جدا احنا عدنا فترة طويلة جدا عندنا مشكلة في إيه احفظ الدرس ده بتعلي سمعه لكن لما تيجي تمثلوا عندي أربع خمس شخصيات في القصة دي ونيجي تمثلها مع بعض الطفل الزاكرة بتاعته زاكرة بصرية أكتر هيحفظها وهتفضل في زاكرته بشكل أكبر تمام فمن هنا عكس ما انت بييه ما تدي له الكتاب وهو بيحفظ ويجي سمعه مثل الكاسد هو ممكن بعد شوية خلاص هيتنسله هو حفظ مش فاهم وهو بيحفظ وشان الانتحانه لكن هنا هو انت بتنمي فيه حاجتين أولا الزاكرة البصرية بتنفع في الحتة دي الحاجة التانية بتنمي فيه كمان من القدرة على التبادل الحديث ما هو فيه طفل خاصة في المرحلة العمرية الصغيرة فيه طفل انتواقي زي ما حضرتك قلت ده بي ساعة ما يجي يقرأ بيبقى وشه في الورقة وما بيجي شوفش حده عايز يخلص اللي هو بيقوله مع السلامة لكن هنا لما بييجي يمثل اللي هو بيعمله أو يتفرج على المسرحية ما هي مش كل الأطفال هتقيه يعني انت عارف فيه كده درس ففيه خمسة ستة هم اللي هيمثلوها لكن بقية الأطفال عمالية بييه بتفرجوا هيكتسبوا حاجات كتيرة جدا وهيبقوا عايزين يشاركوا يبقى أنا هنا البناء الأساسي للشخصية من العدم تتديته واللي ما شاركش مش شرط يكون الكل عنده موهبة فنية اللي ما شاركش على الأقل هنزرع فيهم حب الفن تأدير الفن هو يعرف يشوف الحاجة الحلوة ما يروحش للوحش ما أنت بتروح للوحش ليه لأنه أنت مش عارف حاجة صح لكن لما بتعرف معنا الحاجة الجميلة يبقى هنا أنا بقدر أفرق ما بين دولة طيب نيجي بقى المسرحية تقدر إزاي حدهك شفتها وإزاي شفت ونقشة العرض على كبير من القضايا خلال هذا العرض هو طبعا المسرحية نفسها لما تتعمل يومين وربعا في مسرح الأبرة وكم هذا الجمهور نقشة قضايا كتير لكن أنا سيبك من القضايا اللي هي نقشتها أنا كان يهمني الجمهور اللي جاي مستقبلها ازاي المرحلة العمرية اللي جات مستقبلها ازاي لكن حصل حاجة أغرب في بعض الطلباء جايبين أهليهم أو في أكبر مرحلة عمرية أكبر جاية تحدر هي دي بقى اللي تفعلت أكتر من حتى من الطلباء ليه في تعطش تعطش للموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها تعطش ليه الكنتنت نفسه الوقوف على المسرح في المكان الجميل بإبهار بالإضاءة بالمزيكة بالكلام بالكل حاجة كل ده ده كان يهمني أكتر ما هي بتقول إيه لأن انت عملت أهم نقطة في المعادلة كلها حركت العجلة أن الناس نزلت من البيت جات لحد عندي دي أقدر أقول خطوة أولى باستغلها ازاي بقى مصرحية زي دي اتعملت يوم سبعة وثماني يعني يومين طيب بعد شهرين ممكن أن أنا أعمل مصرحية جديدة أناقش شكل جديد الفنانين الكبار يقدروا أن هما ييجوا ليه؟ لأن هما عنصر جذب طبعا طبعا أنا النهاردة لو جبت مثلا على سبيل المثال فنان كبير زي حالفخراني لو أنا جبته قلت له والله فيه مصرحية أنت هتعملها اليوم هيوافق ليه؟ لأنه عارف قيمة الجمهور اللي هيوافق قدامه ده مش جمهور محترف ولكن جمهور بيبني له شخصية هيجي وده دور الفنان الحقيقي ده دور ده بقى الدور الأساسي للمفنان مش إنه هو قدام الكاميرا بس لدور آخر عنصر فاعل في المجتمع طبعا فده اللي احنا محتاجينه محتاجين للعجلة الدور لكن الخطوة الأولى تمت بنجاح الحمد لله بالنسبة ممكن حد مثلا يقول طيب هتبقى الطلاب اللي بيشاركوا مثلا في هذه المسرحيات برضو كعنصر من عناصر التحفيز إنه طيب موجود مثلا في المسرحية حتى بعض النقاد أو بعض المكتشفين المواهب اللي تشوفوا الطلاب كمان على خشفة المسرح دي فممكن مستقبلهم الفني كمان يبقى أحسن مهمة إن في عرض المسرحية أنت بيتلاقي المتخصصين قاعدين يمكن في الصف الأول لأن هم دول عندهم حركة تقييم بالعين فبيشوف مين مين قال جملة صح مين اتحرك حركة صح مين ما كانش خايف مين ممكن أبني على عنده لو احتاج في يوم من الأيام هياخد العنصر ده يبقى هنا أنا باكتشف مواهب لكن في نفس الوقت الموهبة الوحيدة اللي أنا بخدها دي لا هي عنصر في أجيال كبيرة جدا أنا ببنيها من البداية فده الأجمال أعتقد إحنا فعلا يعني إحنا طول عمري متعودين أنه مصر يعني مصنع للمواهب مصنع مصر يعني خلينا نقول هي يعني جوهارة الفن بالزبط في الشرق الأوسط إحنا محتاجين أن يكون عندنا طبعا عندنا فنانين كبار أكيد وعندنا فنانين في كل مجالات الفن ده أكيد ولكن محتاجين لسه متعطشين أن يكون عندنا أكثر هو أصل فل تراكمي أجيال بتسلم أجيال يعني أنا النهاردة إحنا حد دلوقتي بنتحك على مصرحيات أو مش مصرحيات أفلام نجيب الرحاني صحيح لأن دايما الفن الإنسان مش هيعيش طلع عمر مش هيعيش فترات كبيرة لكن في النهاية في جيل بيسلم جيل عظيم والكل جيل لي رواده طبعا إحنا عايزين نصنع رواد لهذا العصر فبنبني من الصغر بالزبط بزوء جيد دي النقطة المهمة لأن احنا للأسف تعرضنا لفترة بنصفع فيها جملة الجمهورة عايز كده دي كارسة كل مقيس الجملة دي على فكرة هي بتتقال تمام ولكن السؤال هل أنت قدمت للجمهور حاجة وحشة وسبها؟ وفي نقطة كمان يا سيد أحمد هل الجمهور لما بيسمع حاجة حلوة وبينلاقيه بيتشد لهذا حاجة زي ما حضرت كلام دلوقتي عن العرض المسرحي لقيت ناس كتيرة جدا بتحضر هذا العرض والناس مبسوطة من هذا العرض أنت لما قدمت له حاجة كويسة الجمهور فعلا لا تنسى أنت عندك جمهور متزوق صحيح وخاصة في سن كبير وحتى في سن الوسط يعني أنا أقول لحضرتك على حاجة بين عشرين سنة كان فيه موجة كوميدية في السينما سارخة كل الأفلام كوميدية في النص كده اتزع فيلم نزل السينما تراجد شوية بس علاقات اجتماعية كان اسمه صهر الليالي سابوا كل الكوميدية الموجودة وبقت الناس تدخل الفيلم ده ليه؟ لأنهما شافوا نفسهم جوا الشاشة العلاقات دي موجودة إذن لما قدمت للجمهور حاجة حلوة جنب كل اللي انت بتقول عليه الجمهور عايز كده لا الجمهور سابق يرحنة يبقى إذن أنا لما بقدم للجمهور حاجة حلوة الجمهور بيجي لك زي محضرتك قلت الفن التراكمي وإحنا عندنا إرث أصلا فني وثقافي يعني بعيدا بقى أيا كان الفئات المجتمع أيا كانت نسبة التعليم أيا كان إحنا شعب حتى البسيط جدا زواق للفن وبنحب أنواع فنون مختلفة طبعا ومش كده وبس إحنا في المنطقة إحنا منارة الفن هل فيه فنان كان مطرب أو ممثل أو أيا كان قدر يحقق الشهرة الكبيرة بالنسبة له من غير ما ييجي مصر لا من رابع المستحيل تكلم حضرتك صح جدا ومظبوط في نقطة برضو أريد أن أتكلم فيها مع حضرتك إزاي هذه المبادرة تنعكس على تشجيع صغار الكتاب الكتاب الشباب أو حتى أن إحنا نخلق جيل جديد من الكتاب هنا بقى النقطة إنت عملت مبادرة حلوة جدا وعملت شكل مصرحي جيد فيه ممكن تعمل إعلان صغير يا جماعة إحنا هنعمل مصرحية بعد شهرين ثلاثة يتقدم لها مصابقة إن إيه محتاجين حد يكتب هيجي لك عشر خمسة عشرين اختار منهم فيه مهم كثيرة بالمناسبة آه وبعدين من الشرط اللي يكتب مصرحية تتامل دلوقتي ما ممكن مصرحية حلوة تامل سنة جاية صحيح ولكن هتشجع على إيه على الكتابة حاجة تانية مين اللي هيقيمك هيقيمك أساد زد السيناريو هنا الفئة حاجة كويسة عشان هي حلقة وصل ما بين الكتاب الصغيرين اللي فعلا محتاجين حد يكتشفه وهنا كمان انت بتنقل الخبرات من الكبار إلى الصغار يعني انت محتاج تشجع كل حاجة بتمشي بمعنى في مصرحية زي دي لأ أنا هجيب مجموعة برضو من الطلبة يبقوا مساعدين إخراج فهمتهم يعني ايه مساعد مخرج بهم المصرح مش اننا نقف على المصرح واجري وامشي وغني طبعا فهمتهم يعني ايه هيبقى في موجودين في ورش الكتابة يبقى هنا المسابقات المسابقات اللي بتتعامل واللي ينجح فيها تحول الحركة حركة الفنان حركة الفنان على المصرح بحساب طبعا طبعا دي برضو محتاجين يتعلموه شوف اي مصرحية من المصرحيات القديمة الابيض وسود مكانش لسه فيه النيك مايك كانت الميكروفونات نازلة من فوق شوف حركة الممثل بيقف فين وابتدي يتكلم ويزع فين او صوته يعلى فين وصوته يوطى فين المكان اللي مفوش ميكروفون مثلا مفوش ميكروفون واللي فيه والإضاءة هو كان حركة ميكانيكية الحركة على المصرح مدروسة مكانتش نور الشريف الله الرحمه كان أستاذ في الحتة اليوم طبعا لا نور الشريف هو مؤسسة فنية متكاملة مجد يعني الله الرحمه ده كان في المصرح في السينما في التلفزيون حقيقة مؤسسة فنية لكن عندنا آخرين فيه طبعا أستاذ محمود ياسين عندنا أستاذ فاد مهندس ده عضمين عمد بولي نحن بنتكلم على عمالق لحد النهاردة بتفرج على المصرح بتاعهم بقاله ستين سنة أنا يعني معلش من كام يوم بفتح التلفزيون لقيت سكة على بناتك أنا مستني الجملة اللي هيقولها عشان أتحك طب إزاي بقالها كام سنة وبقالها كام سنة وبندحك عليها لحد النهاردة يعني هي دي الفكرة يعني من غير أي اسفاف ومن غير أي حتى يعني تلعرف أحياناً بندحك على حاجات ممكن تكون برضو مؤزية بعض الشيء بس بتدحك بس المصرحية دي لأ بالعكس حدريك اللي بتقولي عليه مؤزية بس بتدحك أنا بتحك كويس جدا بتحك كتير جدا وأنا خارج مقبال من مصرح نسيت أنا بتحك لدي بزبط لكن مصرحية زي دي بقالها 40 سنة أنا حافظ هيقولي إيه هيتحرك فيه بيدرب سنة يونس إزاي بيعمل ما عرفش إيه الحاجات دي كلها حمد جبل الحسن الله يرحمه آه الله يرحمه كان رائع فهنا الفن الجيد هو الذي يبقى لا وفاكر كل دور في المصرحية حتى لو كان دور صغير طبعاً انت فاكر كل دور طبعاً 60 سنة كان أستاذ عادل الإمام لسه جديد وبيعمل دور صغير مع أستاذ فقادي مهانس يقولي أنا الأستاذ دي سوقي الوكيل بتاعه احنا لسه فاكرين الجملة بنفس التون اللي كان بيقولها عادل الإمام وبين مناسبة عادل الإمام طالع من مصرح الجامعي مصرح مدراسة ثم مصرح الجامعي يبقى هنا شفنا النجوم الكبار جايين منين فلما وقف وجدت له الفرصة ولما كبر قدر يستغلها والنهاردة هو أكبر نجم في الشرق الأوسط بالكامل طبعاً بنا نديره درب رقم قياسي بقاله 40 سنة نجم دي ما حصلتش سوا أفلقوا يعني حتى موضوعات مختلفة شفنا كاميدي شفنا أكشن شفنا دراب شفنا كل حاجة الحقيقة طيب وإحنا بنتكلم أنه دايماً الأجيال بتتغير الموضوعات بتتغير شايف حضرتك أنه دلوقتي إيه الموضوعات اللازم تتقدم عشان نعرف يعني نناقشها كمان بشكل يوصل لحتى الصغيرين والكبار إحنا حاسنا أنه فكرة أنه الموضوع اللي بتناقش ممكن تكون بعيدة شوية عن الصغيرين بس قريبة لكبار ده الدور بتاع إيه؟ بتاع حكيم؟ بتاع الهيئة الأساسية اللي هي منوط بيها الموضوع يعني زي ما حضرتك قلت مثلا الشركة المتحدة هي لتبنت المبادرة هنا هي بتحدد إيه؟ بتحدد الموضوع ما يخص الشريحة العمرية دي أنا مش هاجي أكلم حد في إعدادي أو في سنوي وقوله والله أصل الرأي دي الفضاء عمل إيه؟ مشاكله إيه؟ إيه اللي هو بيشوفه؟ حياته الدراسية وحياته العامة إيه اللي أقدر أوجهه فيه؟ بطريق غير مباشر أنا مبدلوش درس مباشر في حسة تتربية قومية يقوله احفظه وعمل لا أنا بوجهه هنا بفتح مخه على بعض الموضوعات اللي بتخصه من جوه صحيح هنا بيبقى الفكرة موجودة ولكن سياغة الفكرة وخاصة لما يبقوا شباب بيبقوا قريبين من مراحل العمرية دي فبيعرف يكتبها بنفس المفردات اللي الطلبة تفهمها صحيح فهي الموضوع مش إن أنا أختار موضوع يعني فيه فيلم فيلم تلفزيوني بقاله أكتر من 30 سنة اسمه محكمة علي بابا السيزيحة الفخراني هو جاب الحاجات الموجودة ومغارة علي بابا وعمل منها فيلم كوميدي كتبوا السيزيحة مدراجة باية ربط الله إحنا كبار وصغيرين ميسا بنتحكالين وساهم هذا الفيلم فيه تشكيل وجدنا من إحنا صغيرين ودي كانت البداية بدأت الشركة المتحدة الخدمات الإعلامية بهذه المبادرة محتاجة دعم من كل المؤسسات محتاجة دعم من الناس محتاجة دعم من أولياء الأمور كمان إن هم يكتشفوا أولادهم ويحثوهم كمان على اكتشاف مواهبهم محتاجين تعاون كبير ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة إن يكون فيه حد متخصص في المسرح موجود في المدرسة بشكل يومي ويعمل حصة نرجع زي زمان بقى حصة المزيكة وحصة الرسم وكان فيه حصص كتير يتنامي مهارات الطلبة والتلاميذ طبعا إحنا محتاجين ده مرة تانية بنشكر حضاك طبعا شرفتنا ونورتنا ناقد الفني شكرا جزيلا لك فني شكرا